اما في القاهرة فقد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية احمد حافظ ان بلاده تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي وتؤكد على أمية الكشف عن حقيقة ما حدث في اطار تحقيق شفاف مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جوزافة اضف المتحدث كما تحذر مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا ازاء المملكة بناء على اتهامات مرسلة وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث